بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما أرزقناهم ينفقون أولئك هو المؤمنون حقا له درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أن ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعماق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شهيد العقاب ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبرموا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سبيع عمين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدد ولن تغني عنكم موفيتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمُوا تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُرُوا لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقنون ولو علم الله فيهم الخيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمُوا لِمَا يُحِييكُمْ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فثنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففهم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آممون تخفون الله والرسول وتخفونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فثنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتدوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين وإذا تتنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما له أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيغتمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خلسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكن وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم انتقى الجنعان والله على كل شيء قدير إذ أنتموا بالعدوة الدنيا وهموا بالعدوة القصوى والركب أسفن منكم ولو تواعدتموا لاختنفتموا في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلته ولتنازعته في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمه إذ التقيته في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتموا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله رسوله وما تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا ظالم لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكصعنا عقبيه وقال إني بنيء منكم إني أرى مانا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوها وأدبارا وذوقوا عذابا حريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهو لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنه لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعته من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون من الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنحنها وتوتكا على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئتين يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قول لا يفقرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكمه فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمُ مِنَ الْأَسْرَى يَعْنَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكِمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَامُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَمِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَجَرُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ في سبيل الله والذين آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فثنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجادوا في سبيل الله والذين آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُوا مَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجادوا معكم فأولئك منكم وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُوا أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ترجمة نانسي قنقر